ومشاهدين الكرام استكمالاً للخبر العاجل الذي ورد إلينا منذ قليل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستفيدين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسرة وسلسة بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي أيضاً بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم الأسيامة في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل كما وجه الرئيس السيسي بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بطلاب المتقدمين للارتحاق بالجماعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين وفي قطاع البحث العلمي وجه الرئيس السيسي بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك بزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة اشتركوا في القناة